مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء اللطيفة إلى معتدلة في أغلب المناطق مع رياح شرقية ووصلت العظمى في عمان 21 درجة مئوية هاي الليلة بتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع رياح شرقية وبتوصل درجة الحرارة إلى 12 درجة أما ارتوبة 33% والرياح شرقية غدا رياح شرقية وأجواء مغبرة وبتوصل درجة الحرارة بنهار إلى 22 وبالليل احتمال تساقط أمطار وبتوصل إلى 14 درجة يوم الأحد أيضا احتمال تساقط أمطار وبتسجل درجات الحرارة بنهار إلى 22 وبالليل إلى 12 درجة يوم الأتنين أجواء معتدلة في أغلب المناطق وبتوصل درجة الحرارة بنهار إلى 22 وبالليل بتنخفض إلى 12 درجة بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليومي غد في باقي مناطق المملكة بتسجل درجات الحرارة في إربد 14 وغدا أجواء مغبرة 24 عجلون 13 وغدا 22 جرش 13 وغدا 24 درجة بتسجل في المفرق 12 أجواء غالبة نصافية وغدا 23 الزرقاء 11 وغدا 23 وأجواء مغبرة الصلت 15 وغدا 23 مادة بطناش وغدا 24 مطار ملكعليا 10 وغدا 24 درجة مئوية بتسجل درجات الحرارة في البحر المية 21 وغدا 32 الطفيل 13 وغدا 21 الكرك 13 وغدا 22 وأجواء مغبرة في معاني 11 وغدا 22 في العقبة بتسجل درجات الحرارة 21 أجواء غالبة نصافية وغدا 29 نهاية برويشد 9 أجواء غالبة نصافية وغدا 23 أما توصيات الحالة الجوية تنبيه من زيادة نسبة الغبار في الأجواء خاصة لمرضى الجهاز التنفسي وتنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في المناطق الصحراوية ونشاط يومي لرياح شرقية يزيد من الإحساس بالبرودة إذن ملخص التقس رياح شرقية نشطة إلى قوية يومي السبت والأحد وزخات رعدية بمناطق متفرقة ليلة السبت والأحد والحاجة لارتداء ملابس شتوية ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية وصلنا لنهاية النشعة شكرا لحسن المتابعة عود إليك لنا شكرا لك مريان